البي حذرنا فقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول في رواية لا تقبل له صلاة أربعين يوما وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد للتوفيق بين الروايتين قد يكون تصديقه كفرا مخرجا من الدين بمعنى أولا الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عما سيحصل في المستقبل والعراف هو الذي يخبر عما حصل في الماضي كالضائع والمسروخ ونحو ذلك وليك روح لفلان أو لفلانة هتقولك دي الحاجة دي مسروقة فين أو متشالة فين وما إلى ذلك وهؤلاء حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال إنهم ليسوا بشيء يعني لا نريد الناس يكونوا في حالة من الهلع والفزع وبنقول كل واحد عليه أن يتق الله عز وجل أنت يا صاحب الكلمة يا من تؤثر في نفسك وفي غيرك يا من لا يشغلك إلا التريند يا من لا يشغلك إلا نسبة المشاهدات يا من لا يشغلك إلا أن يكون اسمك مترددا على الآذان لا يشغلك شيء اتق الله في نفسك واتق الله في نفسك كل واحد الذي يجلس أمام هذه الكاميرا وعلى هذه الشاشة له كلمة مسموعة ومسؤول عنها يوم القيامة